تشكو وسط من التلوث البيئي جراء الغازات السامة المنبعثة من شركات النفط تؤكد صحة المحافظة انتشار الأورام السرطانية والأمراض الجلدية بين السكان المناطق القريبة من هذه الشركات لا سماء زرقاء ولا هواء يصلح للعيش هنا فكميات انبعاث الدخان هذا كفيل من قتل ملايين البشر وسط التي تضم شركتين نفطيتين تحرق ألاف الأمتار المكعبة من الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج ولا تزال الحكومة المحلية تتحدث عن مخاطبات طالما تفتح بها المعنيين بهدف إنشاء شركة تقلل من هدر هذه الكميات وأضرارها وتحولها لمصادر اقتصادية مضافة دون ما جدوى تأمل من حكومة جديدة أن تعيد تنظيم إدارة المؤسسات النفطية بالشكل الصحيح ووفق القانون والدستور واليوم كثير من الارتدادات الاجتماعية والتظاهرات والمشاكل حتى الصحية بسبب أنه سوء إدارة بعض مفاصل وزارة النفط والتي أدت إلى انعكاس غير إيجابي داخل المحافظة دائرة الصحة في المحافظة تتحدث عن أضرار اللحقة بالمواطن بسبب الإنبعاثات السماء الصادرة من الحقول النفطية ومنشآتها وفي مقدمتها الأورام السرطانية والأمراض الجلدية العصية على العلاج السريع بوقت لا يزال المواطنون الساكنون قرب هذه الحقول يطلقون نداء استغاثة لعل هناك من يستجيب هناك أمراض جلدية حقيقية موجودة في المناطق القريبة من هذه المنطقة وأيضا أمراض الجهاز التنفسي لكثافة الهواء الموجود خاصة في الأوقات تكون فيها نسبة الرطوبة عالية الحقيقة هذه الانبعاثات يجب أن تكون هناك جهة مختصة محايدة حكومية من الحكومة المركزية لغرض قياس نسبة الانبعاثات هذا الدخان المتصاعد الذي تكاثرت فيه الأمراض السرطانية لكل الناس الذين يسكنون حول هذه الحقول واجب الحكومة الرئيس هو أن يبحثوا عن حلول فلا تر مثلا يبحثون عن معالجات لهذه القضية هذا الموضوع يجب أن تلتفت له الحكومة في معظم بلدان العالم يتنعم الأهالي الساكن في المناطق المنتجة للنفط بحياة كريمة وعيش الرغيد إلا في العراق حيث حاله قد يكون الأسواء عالميا لدرجة أن الهواء يحمل إليهم الموت البطيء وهو غير صالح للتنفس سجاد العطية الرابعة واصل اشتركوا في القناة